موسيقى طيباً لوقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة اليوم من كوشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعنوية من موقع الصحوانت أين اختفى 34 طفلاً في ذمار منذ بداية العام ومن الصحافة الفرنسية اللاجئون اليمنيون في الأردن يفكرون بالعودة إلى بلادهم رغم الحرب الصحافة الألمانية لو نجحت رام في الجولان سيأتي الدور على الضفة عندما يختفي ابنك في ذمار فغريمك واحد كما يقول الأهالي في المحافظة التي شهدت أكثر الجنائز وأشد الأحزان وعنونا موقع الصحوانت رصد 34 حالة إخفال الأطفال في ذمار منذ مطلع العام الجاري وقالت منظمة محلية مهتمة بقضايا الأطفال إنها وثقت حالة الاختفاء الأطفال من وسط المدينة منذ بداية العام الجاري 2019 وتراوحت أعمار الأطفال المخفيين من أربع سنوات إلى خمسة عشر عاماً بعضهم تم اكتشافهم من قبل الأهالي بعد أن جندتهم ليش الحوثي الانقلابية فيما لا يزال عدد منهم مصيره مجهولاً المنظمة أشارت إلى أن البلاغات من قبل الأهالي في المدينة أصبحت شبه يومية في الوقت الذي تزج فيه المليشيات بالأطفال إلى جبهات القتال وتختطفهم من المدارس من دون علم الأهالي وإنحدر معظم المختطفين أو المخفيين من مدرية جبل الشرق وآنس حيث يتخذ الحوثيين منها معسكراً تدريبياً تحت مسمى لواء الصمات بينها مدرسة للبنات وأربع منها تعرضت للتدمير الكامل من قبل مسلحين حوثيين قبيل انسحابهم من مديرية حيران بمحافظة حجة خلال غصص عام 2018 وعنون موقع المصدر أولاين 18 مدرسة دمرها الحوثيون في مديرية حيران والطلاب يدرسون في خيام ورغم انسحابهم إلا أن قذائف الحوثيين ما تزال تسقط بين الحين والآخر على سكان القرى هناك مما أفضى إلى توقف العملية التعليمية بشكل شبه كامل وأبرز العوائق في العملية التعليمية بمدرية حيران هي انقطاع رواتب المدرسين وعدم توفر الكتاب المدرسي فضلاً عن مخاطر استهداف تلك المدارس من قبل الحوثيين الذين يتمركزون بأطراف المدرية وفقاً للموقع يتلقى المئات من طلاب وطالبات المستوى الأساسي في مدرسة الزبير بن العوام دروسهم في الخيام بعد تفجير الحوثيين للمدرسة ويدرس الطلاب في الخيام المهترئة في أجواء تهام المشمسة ويتخذون من الأحجار مقاعد دراسية لهم ومن جدران الخيام سبورة تشرح عليها دروسهم عن الوهن العربي تساؤلات البدايات تحت هذا العنوان كتب عمرو حمزاوي مقاله في صحيفة القدس العربي أي مواطنة نريد وعن أي مواطن نبحث؟ هل نريد المواطن الذي يتقل له المواد الدستورية والقانونية حتمية صون كرامته الإنسانية وحقوقه وحرياته في إطار المساواة الكاملة ومناهضة التمييز؟ إذا لماذا نترك السلطويات العربية والمصالح والنخب الاقتصادية والمالية والإعلامية والحزبية المتحالفة معها تنتهك يومياً كرامة وحقوق وحريات الضعفاء والفقراء؟ كيف نقبل النظر بمعايير مزدوجة لانتهاكات الحقوق والحريات؟ ويزج بنا إلى مواقع وخانات الاستعلاء باتجاه أناس تسلب حقوقهم وحرياتهم بل وتسلب حياتهم لأنهم ينشدون العدل والديمقراطية بسلمية ويفضون الاستبداد والسلطوية وإسكات الأصوات وإذا كنا نصمت هنا ونتجاهل هناك تارة خوفاً من القمع وتارة طمعاً في وهم المنح عند الامتثال واستسلاماً لجاذبية العطايا السلطانية فما هي أسباب تخاذلنا عند الانتصار لكرامة الإنسان ولحقوقه وحرياته الأساسية؟ أي مجتمع نريد؟ هل نريد مجتمع التنمية الشاملة والتقدم؟ إذن فكيف لا نتألم على ضياع قيمة المعرفة والعلم والعقل وعلى امتهان قيم العمل الجماعي والقيادة الجماعية وتهميش الشراكة الجادة بين فعاليات المجتمع وبين مؤسسات وأجهزة الدولة؟ أي دولة وطنية نريد؟ هل نبحث عن الدول القامعة التي تلغي وجود المواطن الفرد وتستتبع؟ أم نبحث عن الدولة القوية بالعدل المستمد من سيادة القانون ومن رفع المظالم ومن صون كرامة الإنسان وحقه في الاختيار؟ هل نريد دولاً تخلط بين الدين والحكم والسياسة؟ أم دولاً تحول علمانيتها دون الإنزلاق إلى الفاشية الدينية؟ وتمنع ديمقراطيتها كارثة ديكتاتورية الأغنبية؟ أيهما نريد؟ تلك هي الأسئلة التي ما لم نجب عليها كعرب بوعي وبوضوح وبتوافقات مجتمعية واسعة لا فكاكلنا من الوهن الراحن ولا خلاص لنا من وضعية الشعوب القلقة يطرح موقع المشاهد نت سؤالاً كان قد طرقه في عام ماضي ويقول الموقع في تقرير خاص عام خامس من الحرب هل يكون الأخير؟ ويفيد الموقع مع دخول الحرب عامها الخامس لا تزال أجواء الصراحية السائدة في اليمن ولا يزال صوت البندقية هو الأقوى وفقاً للموقع تحل الذكرى الرابع لانطلاق عاصفة الحزم هذا العام دون تقدم يذكر في إطار مفاوضات السلامة التي عول عليها البعض لإنهاء الحرب رغم تفاقم الأزمة الإنسانية والكوارثة التي خلفتها بحق المدني وفشلت كل محاولات التواصل إلى حل سياسي وإنهاء الحرب منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة الصنعاء في سبتمبر 2014 وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية بالنزاع دعم للحكومة اليمنية في السادس والعشرين من مارس 2015 ولم يتمكن التحالف من تحقيق أهدافه المتمثلة بإعادة الشرعية عقب انقلاب جماعة الحوثي على الحكم في اليمن بل انحرفت بوصلت أهدافه من استعادة الدولة باتجاه أهداف أخرى غير معلنة سجل أدب الأطفال في اليمن بداية جيدة في سبعينيات القرن الماضي لكن عوامل كثيرة تضافرت لتقف عائقاً أمام تطوره ما جعله يبقى مقتصراً على تجارب متناثرة ومحدودة تحكمها العشوائية والموسمية وحالياً تعيش البلاد زمن التراجع في كل شيء وفقاً لصحيفة العربي الجديد ليس لأطفال اليمن من يكتب لها وتقول الصحيفة إن ثقافة المنتجة للطفل باتت مغيبة تماماً عن المشهد الثقافي خصوصاً خلال الحرب الدائرة منذ سنوات والأطفال من أبرز ضحاياها وبحسب تعبير الكاتب اليمنية مها صلاح فإن من الأسباب أيضاً عزوف الكثير من الكتاب عن التأليف في أدب الطفل لكونه لا يحقق مبيعات جيدة ولا يحظب التقدير في حديثها إلى العرب الجديد تقول مها صلاح وهي أيضاً مديرة مؤسسة شوذب للطفولة إن هذا الواقع يشكل مصدر إحبار كتاب الطفل في اليمن كما أن التهميش الحكومي الذي عانت منه تجربة الكتاب للطفل دفع بالكثير منهم إلى هجرها الكاتب ثابت القوطاري يقول معظم المكتبات أغلقت بسبب الحرب وتوقف الدعم بينما ظلت الباقية منها بلا فاعلية تدخر لليوم الثاني نواصل نشر أجزاء من المقال الهام الذي كتبه المفكر المعروف فرانسيس فوكويوما تحت عنوان انتصار الهوية والذي ترجمت الغد أو ترجمت الغد بعضاً من فقراته وجاء فيه الكثير من الناس ليسوا راضين عن فكرة الاعتراف المتساوي بالناس كجنس بشري جامع وبأحد المعاني يشكل هذا الاعتراف شرطاً للحياة الحديثة ويعني التحديث التغيير الثابت المستمر والخلخلة وفتح خيارات لم تكن متاحة سابقاً وهو شيء جيد إلى حد كبير فعلى مدى أجيال هرب ملايين الناس من المجتمعات التقليدية التي لم توفر لهم الخيارات في اتجاه مجتمعات تفعل لكن الحرية ودرجة الاختيار التي توجد في مجتمع لبرالي حديث يمكن أن تجعل الناس أيضاً تعساء ومنفصلين عن نظرائهم من البشر إنهم يجدون أنفسهم يتوقون إلى المجتمع والحياة المنظمة التي يعتقدون أنهم فقدوها أو التي يفترض أن أسلافهم امتلكوها والهويات الأصلية التي يسعون إليها هي هويات تربطهم بالناس الآخرين ويمكن أن يخضع الناس الذين يشعرون بهذه الطريقة إلى إغواء القادة الذين يقولون لهم إنهم تعرضوا للخيانة وعدم الاحترام من قبل هياكل السلطة القائمة وأنهم أعضاء في مجتمعات مهمة ينبغي الاعتراف بعظمتها مرة أخرى ما ذلك تقتضي طبيعة الهوية الحديثة أنها قابلة للتغيير ربما يقنع بعض الأفراد أنفسهم بأن هوياتهم قائمة على تكوينهم البيولوجي وأنها خارجة على نطاق سيطرتهم لكن لدى مواطنين مجتمعات الحديثة هويات متعددة هويات تشكلها التفاعلات الاجتماعية للناس هويات تتحدد بالعرق والجندر ومكان العمل والتعليم والولاءات والأمة وعلى الرغم من أن منطق سياسات الهوية وتقسيم المجتمعات إلى مجموعات صغيرة متمركزة على ذاتها فإن من الممكن أيضا خلق هويات تكون أوسع وأكثر تكاملية الصحفي جيروم بروزويسكي صلت الضواء في صحيفة لاكروال فرنسية على أوضاع اليمنيين في بلدهم العربية الأردن وقال بأن اللاجئين اليمنيين هناك تعرض للتمييز فيما يبدأ الصحفي مقاله بالقول اللاجئون اليمنيون في الأردن يحصلون على مساعدات زهيدة وبعضهم يفكر في العودة إلى بلادهم التي تشهد الحرب تجمع اليمنيون نظرا للمصاعب التي يعيشونها في عمان عاصمة الأردن ويتردد اللاجئون اليمنيون على نفس الأحياء والمسادد والشركات يقول طاهر وهو يجلس على سجاد ممزق بمطعم يديره مواطنه هنا يطعموننا مجانا لقد فر من اليمن بعد أن خدم في جيش بلده يخشى من أن القوات الحوثية قد تستهدفه إذا عاد عدد اليمنيين المسجلين لدى مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأردن يبلغ حوالي خمسة عشر ألف تمنحهم الوكالة حوالي ثلاثمائة وخمسين يورو مرة واحدة في السنة ويبلغ غير وهو مبلغ غير كاف لتغطية احتياجات الأسرة في الأردن لذلك يجب على اللاجئين اليمنيين العمل ويمني آخر زائر لنفس المطعم يقول في كل مرة أحصل على وظيفة يطلب مني أو يطلب مني تصريح عمل بدون هذا المستند نادرا ما أجد فرصة عمل من الناحية النظرية يمكن لطاهر ومنصور الحصول على تصريح عمل ولكن في الواقع فإن المشروع الصغير يصعب تنفيذه تقريبا لأنه يكلف أكثر من ستمائة يورو إلا أن منصور يقول إنه إذا نجح في الادخار فإنه سيرسل مدخراته إلى أسرته في اليمن في بعض الأحيان يعمل منصور سرا كنادل ويخاف من أن يكشف أمره وهو يتذكر قائلا أتى البوليس بالفعل إلى المطعم وأطرته إلى الهرب تؤكد السلطات الأردنية أنه في حال الاعتقال فإنها لا تطرد العامل وتكتفي بتذكيره بالقانون أو بغرامة على صاحب العمل المتستر عليه بالطبع يخيف هذا أرباب العمل من توظيف اليمنين ويتابع منصور أيضا في تقرير ترجمة خصيصا لقناة بلقيس بعد فترة قصيرة من العمل يتعذرون لي أو يعتذرون لي ويوقفونني عن العمل فالأردن تعطي الأولوية لمواطنيها في سوق العمل الفهم كمقدمة لبلورة البديل تحت هذا العنوان كتب وسام محمد مقاله المشهور في بلقيس مضيفا في أجزاء من المقال عندما اندلعت ثورات الربع العربي فإن أفقا جديدا ومسارا نظاليا كان قد انفتحا من جديد وكان من الغباء الاعتقاد أنه يمكن لشعوب المنطقة الضفر بالحرية والعدالة بالضربة القاضية لطالما كانت تركة الاستعمار والاستبداد ثقيلة الأحداث التي عشناها خلال السنوات الثماني الماضية ما هي إلا دليل على نوع المهمة التي تنتظر الأجيال الجديدة فإذا كانت حاجة الانتقال إلى مستقبل مختلف كليا ملحة ولا مناصة منها فإنها ستبقى غير ممكنة طالما لم تبدأ مهمة الحلحلة التركة الثقيلة التي خلفتها أنظمة الاستبداد والعمالة الوعي السائد لا يزال هو نفسه الوعي الذي تكرس خلال عقود طويلة باستثناء أن الثورات العربية طرحت لأول مرة إمكانية حقيقية لاختراقه وخلخلته تمهيدا لاستبداله بوعي جديد كانت ثورات الربيع العربي أيضا قد أعادت طرح مأزق الشعوب العربية على نحو واقعي ومهما بدأ أنه مأزق مركب إلا أنه في متناول من يريد دراسته وفهمها لا بد أن مسارات خاطئة وإخفاقات هي من منحت هذا الوضع الذي نعيشه اليوم شرعية الوجود وحان الوقت لإعادة فهم ذلك من منظور ثوري حتى لا يبدو كأننا شعوب تبرع في الدوران داخل حلقة مفرغة حركة الجماهير لم تهدأ كما بدنا نشاهد لا تزال مشتعلة في كل البلدان العربية بطريقة أو بأخرى وهذا يعني قابلية هذه الجماهير للتجاوب مع أي خطاب سياسي جديد يعبر عن مصالحها ويكسبها الوعي المطابقة لها تقدم ثورات التكنولوجيا اليوم ميزات لم تكن متوفرة حتى وقت قريب وهي ميزات تقتصر الزمان لو أن هناك خيالا سياسيا منفتحا يستطيع الإفادة منها من أجل الوصول إلى الجماهير بعد فيهم حاجتها وما ينقصها للظفر بالخلاص انشغلت الصحف الألمانية في تعليقاتها باعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان والتصعيد مع حماس وتناولت أثار ذلك كله على المنطقة والقضية الفلسطينية وفقا لموقع الديدابليو صحيفة ألمانية لو نجحت ترامب في الجولان سيأتي الدور على الضفة وقال الموقع أن صحف ألمانية ربطت في تعليقاتها بين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان والانتخابات المزمعة في إسرائيل وكذلك موضوع حل الدولتين وكتبت صحيفة فرانكفورت التي تقول الموقف الاستراتيجي لن يتغير فيه شيء والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو ما إذا كان إعلان ترامب سيحقق المقصد المفترض أي مساعدة نتنياهو في الحملة الانتخابية قطعا سيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي ممتنا في الوقت الحالي لأي عنوان رئيسي يصرف عنه إلى حد ما مزاعم الفساد الموجه له أما ترامب فقد ضرب عصورين بحجر فهو يدعم رجله في القدس ويلمع نفسه من جديد في بلده أمريكا كصديق لإسرائيل بينما يواجه الديمقراطيون حاليا مشكلة تخص معادات السامية صحيفة ألمانية أخرى قالت ترامب يقول الآن للعالم عليكم الاعتراف بأن مرتفعات الجولان تنتمي لإسرائيل ولو نجح ترامب خصوص ضم الجولان فإن الخطوة القادمة ربما تكون الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية عدد من الصور توثيق أو توثق لأهم الأحداث كما نشرتها صحيفة القاردين البريطانية ونتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر تقول الريشة ما لم تقوله الكلمات وقد ذهب فنانو الكريكاتير للتعبير عن آرائهم ونقد الظواهر السياسية والاجتماعية عبر ألوانهم بدافع الخوف أولاً ثم أصبح فنًا يوميًا يحمل الرسائل نتابع الرسول وبهذه الرسوم الكريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم كشك الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا